اشتركوا في القناة اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك حياتك واوقاتك ايها المشاهد الكريم املأ حياتك كلها املا وعملا وانظر الى الامور كلها بنظر الله تبارك وتعالى فالمؤمن اذا نظر الى الاشياء بهذا المنظور يرى ان كل اقدار الله تعالى خير كما قال القائل اذا ما رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جميع العالمين ملاحا نظرك الى الاشياء بهذا المنظور يغير فكرتك عن الحياة ويغير شعورك تجاهها ويصنع من المحنة منحة ويصنع من المتاعب والمصاعب امورا تغير مسار الحياة الى الافضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له فكل ما يعتري المسلم من احوال اذا نظر اليه بهذا المنظور يكون خيرا في الدنيا وفي الاخرة حتى الامور التي تفجع الانسان في جسده او في ماله فنرى مثلا سيدنا عبدالله ابن عباس رضي الله عنه حينما فجع بحبيبتيه وفقد بصره والبصر من اغلى ما يملكه الانسان ماذا فعل سيدنا عبدالله ابن عباس انه لم ينطوي على نفسه ليندب حظه العاثر وانما قال ان يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مسلول وعندما عير بعض الناس بشار ابن برد بفقدان بصره قال وعيرني الاعداء والعيب فيهم فليس بعار ان يقال ضرير اذا ابصر المرء المروءة والتقى فان عمى العينين ليس يضير رأيت العمى اجرا وذخرا وحكمة واني الى تلك الثلاث فقير فلما نظروا الى الاشياء بمنظور ان كل ما يقدره الله خير انقلبت المحنة الى منحة وسعدوا بعطاء الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل ان يوفقنا وإياكم الى ما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته